الراديو 9090 هواها مصري اسمها دي ملغطاها معدل عارفينها انتو دي نجيبها ولا الام اللي بتجيبها دي تبقى بتستسهل ايه الفرق بينها وبين شربة خضار البيت او فكهة البيت بص يا ستي هو طبعا احنا هنقول الكلام بجد يعني من غير اي حسابات يعني طبعا الحاجات المصنعة ايوة بتكتسب تقييمها من خلال حاجة مهمة اوي مدى وجودها في بلاد كتيرة تمام فهم اصدي يعني لما تبقى دي ظاهرة موجودة في بلاد كتير بيبدأ الشيء مطمئن شوي طبعا مش مش شرط ده ما ينسحبش على كل الحاجات يعني فهم اصدي انما مسلا وجود المواد الغذائية او الوجبات السابقة التجهيز للاطفال تمام في بلاد كتيرة اوي منها بلاد اه ما عندهمش اي قدر من التهاون تجاه صحة اطفالهم ده يتمنى شوي فده بيدل على انها امنة علاوة على انها كمان زمان زمان كانت هي شركة اه تبع لنفسها دلوقتي احنا بنكلم عن شركة محمد اه الشركة دي بقت تبع شركة تانية مهمة برضو يعني في مجال التغذية يعني فيعني اشترتها من الاخر يعني. اه. فهو اه لو سألتيني انا بشكل اه. شخصي? شخصي. لا طبعا الاكل البيتي. يعني لو عندك مشوار مسافر يومين فالدنيا مزنوقة ساعتها الجائل الاكل. عارفة فاطمة الموضوع شبه ايه بالزبط? شبه حكاية هو لما نجيب مثلا واحنا عاديين مرة كده وعاديين مش عارف ايه فنجيب وناكلها من برة. حلو. الدنيا مش هتتهد. بس لو على طول بنكل من برة. برافو عليك. انما ما تبقاش ده النمط الغذائي بتاعنا. فهمتي قصدي? صح. تمام. اه. واحنا عاديين مش عارفت اكلنا مش عارف ايه عملنا ايه بتا. تجاوزنا. بس ما يبقاش ده. فانتي قلتي دلوقتي حل كويس. ان ما يبقاش ده الديفولت او ما يبقاش ده الاساسي او ما يبقاش ده المنطقي او الطبيعي او الروتيني. الروتيني ان حضرتك تعملي اكل ولادك بنفسك. وتنتقي المواد كمان. يعني تنتقي المواد الغذائية اللي انت هتعمليها. مش لانك تعمليها وخلاص. يعني تنتقي الخضروات وتنتقي الفواكه وتنتقي البروتينات. تنتقيها انت بشكل جيد جدا عشان تديها للاولادك او لابنك او لبنتك اللي لسه صغرين. اللي لازم يعني هما ان يوفر لهم اقمن حاجة. طيب. ولكن مش حرام ولا غلط انه مرة ولا مرتين ولا حاجة استثنائية ولا زرف طارق ولا كده. ان احنا نلجأ للحاجات. بالزبط. اه طيب عايزة اسأل عن الواجبات اللي بتبقى الجهزة اللي بتقيق القمح والحاجات دي برضو. شركات باينها هتقضل. انا النهاردة ايه? مصر انت يا على ده. هتقولي سفارة جدا. هل دي فعلا بتساعد على زيادة توزن الاطفال واحسن ونقعد نحط عليها زي ما حيك قلت لابن ونزود عليها مش عارفة ايه? لا لا. واللي بالموز واللي بالرز. وبالبلح ويعني اه. ايه ضرورة اننا دخلها? هقولك ايه ضرورة انك تدخليها. اولا اه هي نوع من انواع التغذية الملائم جدا للاطفال في بدايات العمر. يعني فعلا. دي بتساعد الى حد كبير اوي انها هتوفر له اه التغذية بتاعته اللي هي في الفورم او في الشكل الملائم له مع الحاجات اللي انت هتعملي. بس في حاجة بقى مهمة اوي هما بيعملوها الحقيقة الشركات دي. انه هما بيضيفوا عليها الحديد. ولدرجة انه هو يعني وده مزبط في الابحاث بتاعتهم اللي هي مش بتاعتهم اللي هو الرقابة عليهم يعني. تمام. وصلوا لدرجة انه بيقولوا انه وجبة واحدة في اليوم من ده من المادة الغذية دي بتكفي خمسين في المية من احتياجات الحديد لطفلك. تمام. فهم بيخلوا حاجة اسمها بالحديد يعني. انت تفهمها? يعني. اه علاوة بقى لان هي فيها قلياف طبيعية وفيها حاجات. يعني هي. يعني وجودها كويس. كويس بس برضو. بالعقل. ما تبقاش هي ما الطفل ما يكلش غيرها. مم. واخد بالك. حكاية بقى ان هي بتنفخ ولا بتزود الوزن ولا الكلام ده كله. اه المفروض انها بتعملش كده لانه المفروض ما يبقاش فيها افراط. يعني ما ما نستخدمهاش كتير. مم. وفي نفس الوقت ما نلتزم بتعليمات الاعداد. بالزبط كده. الحاجة اللي بمية تبقى بمية. الحاجة اللي بلبن تبقى بلبن. ما نضيفش. الحاجة مسلا لو قلنا ان فيها هي اصلي فيها موز. احط لنا بقى موز كمان اضافي يا ستي. الموز اللي فيها غير غير مرقي. ده هو بيبقى عبار عن زرات كده. حاجات دخلة في التكوين. لا تحط لنا مص كيلو موز كده عشان ان هو دي راب راب معنا. مثلا بالموز او بالبلح فنقول ايه ما هو قول ريدي في بلح ما انا هزود انا بقى بلح يا ستي لأ ده كده مدر.